قضت المحكمة الدستورية في الكويت بعدم قبول الطعن المباشر على قانون الانتخابات ورفض طلب وقف العملية الانتخابية ووفق قرار المحكمة الدستورية الكويتية الصادرة اليوم فإنه من المقرر أن تجرى الانتخابات الخميسة المقبل وللمزيد من المتابع ينضم لنا لأن الكويت مرسلنا سعد العنيزي سعد أهلا بك معنا نتابع معك تفاصيل أكثر حول قرار المحكمة الدستورية نعم عدد من المواطنين طعنوا بقانون الانتخاب طبقا لأكثر من شريحة وسبب السبب الرئيسي هم يدعون بأن المراسيم التي صدرت باستخدام البطاقة سجلات البطاقة المدنية وضم مناطق جديدة هذا لا يمثل شق عاجل ولا تنطبق عليه شروط المراسيم العاجلة وبذلك يجب أن توقف هذه الانتخابات لأن قانون الانتخاب يصبح غير قانوني طبعا المحكمة لم تدرس ولم تناقش هذا الشق على الإطلاق هي نظرت فقط في هل كان الطاعن متضرر أم لا وقالت أن الطاعن لم يثبت ضرره بسبب قيام هذه الانتخابات طبقا لهذا التعديل على القانون بسبب استخدام مشجلات البطاقة المدنية وأيضا ضم مناطق جديدة إذن بهذا فقط المحكمة رفضت الطاعن والانتخابات سوف تستمر وسوف تعقد يوم الخميس ولكن بهذا التسبيب وبهذه الطريقة المحكمة ما زالت تفتح الباب أمام طعون مستقبلية ربما تقدم بعد ظهر نتائج الانتخابات وربما لنفس السبب بسبب المراسيم التي صدرت وربما بنفس التسبيب أيضا لأنها لا تنطبق عليها شروط الضرورة شكرا لك مرسلنا صعد العنيزي كان معنا من الكويت